كان ذلك مشاهدنا كرام المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر بصحبة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك ونظيره الإيطالي فرانكو فرانتيني والذي جاء عقب المؤتمر لمجموعة الاتصال حول ليبيا الذي عقد في العاصمة القطرية دوحة عدد من النقاط تحدث عنها ذلك المؤتمر أهمها أعتقد هو التشديد على تقديم كل أنواع الدعم للشعب الليبي وقد ركز كل من وزير الخارجي القطري ونظيره البريطاني على أن ذلك الدعم لا يستثني الدعم العسكري بما أن قرار مجلس الأمن لا يمنع تقديم دعم عسكري لأثوار في شرق ليبيا ولكن رئيس الوزراء أشار إلى أن ذلك الدعم سوف يقتصر على الأسلحة الدفاعية وليس الأسلحة الهجومية التي قد يستخدمها الثوار في مهاجمة بعض المناطق قارب البلاد أيضا تم الحديث على مساعدة الشعب الليبي على اختيار قيادة تمثله وربما تنظيم انتخابات في وقت قريب ووزير الخارجي البريطاني تحدث على أن لا حاجة هناك لاستثار قرار جديد من مجلس الأمن من أجل إرسال قوات على الأرض قائلا إنه يرفض وكل الدول المشاركة ترفض أي نوع من وجود قوات مشات على الأرض الليبية وأيضا تحدث وزير الخارجي القطري على وجود موسى كوسى وزير الخارجي السابق المنشق عن النظام في قطر وقال إنه لا يشارك في أعمال المؤتمر ولكن وزير الخارجي البريطاني قال بأنه قدم إلى هناك من أجل التباحث مع عدد من الوفود وعلى هامش المؤتمر وليس في إطار المؤتمر مع عدد من الوفود العربية المشاركة هناك ربما لإطلاعهم على عدد من المعلومات التي قد تكون في غاية الأهمية في هذه اللحظات بالنسبة لما يخص ليبيا ومعنا في الستوديو للتعليق على مجاة في المؤتمر وعلى الوضع حاليا في ليبيا السيد ماركو فيتشانزينو وهو الخبير في شؤون الشرق الأوسط سيد ماركو مرحبا بك وأشكرك على انضمام إلينا في الستوديو والانتظار معنا حتى نهاية ذلك المؤتمر الصحفي تبعت ما جاء فيه وتم الحديث أيضا والتشديد على أن الدعم سيشمل أيضا الدعم العسكري للثوار هل تعتقد أن ذلك قد يغير المعادلة على الأرض داخل ليبيا سيتم ذلك ببطء لأنه عندما تقدم الدعم العسكري لأنه كان هناك عناصر من الجيش السابق التي لديها كافة أنواع التدريب والأجهزة وهناك عناصر غير متدربة وإذا شئت أن تقوم بالتدريب هؤلاء أعتقد أن ذلك سيحرز بعض التقدم على الأرض ومع مرور الوقت في مناطق مثل مصرات التي تعرضت للحصار أعتقد تحتاج إلى دعم فوري وإذا أدت الأمر إلى قيام طائرات الناتو بعمليات قصف فإن ذلك أمر ضروري وهذه هي النقطة التي سيتعين على الناتو أن تركز عليها الآن وفورا عدد من المرقبين للوضع العسكري في ليبيا يقولون بأن الوضع كما وعليه قد يستمر إلى شهور عديدة خاصة في حالة التوازن العسكري الذي نشاهده ويقولون بأنه إن لم تتدخل قوات مشات على الأرض ربما دولية لحل هذا التوازن الموجود حاليا لن تحسم الأمور ولكن ما شاهدناه في المؤتمر الصحفي أن الجميع ينفي ذلك ويقولون بأنه لا حاجة لقرار دولي جديد لقدوم بقوات مشات على الأرض لحسم الصراع داخل ليبيا لصالح الثور طبعا هذا أمر تم توضيحه منذ البداية الأولى عدم وجود قوات أجنبية على الأرض وإن شرعية يبقى تعين علي أن نفرق ما بين قوات منتشرة بشكل مفتوح على الأرض وجهود ومساعدات عسكرية تشمل التدريب مثلاً أعتقد أن هذا التدريب أنصر أساسي وهذا أمر يمكن لقوات التحالف أن تقدمه بشكل فوري وأولئك الذين لديهم بعض التدريب الأساسي ثم تقديم المساعدة ونصح لهم حتى يمكن خلال شهور المقبلة تعين عليك أن تتحرك الآن وبسرعة كبيرة بقدر الإمكان تعلم سيد فينشانزينو أنه بخصوص المواقف الدولية بخصوص ليبيا لم يكن هناك إجماع تام على طريقة التعامل وحل الأزمة في ليبيا من خلال متابعتك للمؤتمر والبيان الختمي الذي صدر عنه وأيضاً المؤتمر الصحفي الذي شاهدناه قبل قليل هل لحظت أن هناك تقارباً ربما بين مواقف الدولية بخصوص ليبيا وإجماعاً ربما إنه ينمو بشكل واضح ولكن ببطء إن المجتمع الدولي في رد فعله على الأزمة في ليبيا هذا الموقف حيث يتعين عليك أن هناك أزمة يتعين على المجتمع الدولي أن يتصرف حيالها إن الموقف في ليبيا سيقدم سابقة فيما يخص عمله وفيما لا يخص عمله فيما لا ينبغي عمله وأن كذلك المجتمع الدولي سيتعلم من هذه التجربة ليست فقط هناك بما يخص قوة واحدة أو قوتين ولكن نحن نتكلم عن قوة إقليمية هذا هو درس يتعين على الجميع أن يتعلمون في القرن الحادي والعشرين في جواب إذا سمحت في نصف دقيقة وليس لدينا الكثير من الوقت ويليام هيك تحدث عن آلية مالية لصالح المجلس الوطني هل تعتقد أن الدول المجتمع سوف تستطيع أن تأتي بالمال الكافي للقيام بذلك؟ ومن سيقدم المال؟ نعم سيتعين عليها ذلك لأنه كما تعلم أن قطاع الموظفين العموميين في ليبيا يتعين دفع مرتباتهم وهذا أمر ضروري كما ذكره ويتعين أيضا على الدول مثل بريطانيا وكندا والولايات المتحدة أن تقدم الدعم بشكل جزري وحوري شكرا جزيلا لك سيد ماركو فينشنزينو على المشاركة معنا الخبير في شؤون الشرق الأوسط